تفاصيل أكثر حول ضبط مستودع المتفجرات من العاصمة التونسية تنضم إلينا الصحفية نسرين حمداوي نسرين أهلا بك معنا تفصيلات إضافية لديك وإن أعلنت السلطات عن من هو صاحب هذا المستودع أو الجهة التي تقف وراءه نعم صباح الخير هذا المستودع يقع تحديدا في منطقة برج الطويل الواقعة بمحافظة أريانا قرب العاصمة تونس هذه المنطقة هي منطقة سكنية يعني يقتنها آلاف المتساكنين في هذه الجهة ما بالفعل يوم أمس حجز كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطيرة من قبل الحرس الوطني التونسي لكن هذه المواد الكيميائية لا تستعمل فقط في المتفجرات يمكن أيضا صناعتها في بعض الصناعات المعملية الأخرى كصناعة مواد التنظيف وغيرها بالفعل الحرس الوطني التونسي قام بتحرير محظر يوم أمس واستدعى صاحب هذا المخزن والتحقيق معه إلى حدود هذه اللحظة لا يعرف ما زاعم صاحب هذا المخزن أو الأهداف وراء جمع كل هذه المواد الكيميائية في مكان واحد هل كان يهدف إلى صنع متفجرات بالفعل أم لصناعة مواد أخرى على غير كما قلت مواد التنظيف وغيرها نشير أيضا إلى أنه خلال السنوات الماضية هناك فرقة متخصصة في البحث عن المواد الكيميائية الخطيرة كانت كشفت عن عشرات وربما مئات المستودعات على كامل تراب الجمهورية لتخزين هذه المواد بطريقة عشوائية غير قانونية تعرض حياة السكان للخطر باعتبار أنها مواد مشتعلة وسريعة الانفجار أيضا من المعلومات التي إن كنت حصلت عليها نسرين هل هو يعني يعتبر منزل كبير أم منزل صغير بين المساكن وهل هناك مساحة تحيطه مفتوحة أم هو ملاسق لبقية المنازل في المنطقة في الحقيقة هو مستودع يعني مرأب قريب جدا من السكان يعني ملاسق ومحاذي للبنايات ومنازل المواطنين وبالتالي هذا ربما ما عجل في الكشف عن هذا المستودع من خلال المعلومات التي وصلت لوحدات الحرس الوطن يبدو أن هذا المستودع جديد الأحداث لم يكن موجود هناك منذ مدة طويلة تم الكشف عنه بالأمس فعلا كما قلت لأنه كان قريب جدا من السكان وهو ما يؤكد خطورة هذه المواد وربما سرعة إحداث انفجار أو أي شيء من هذا القبيل في تلك المنطقة السكانية بعد ضبط ومصادرة هذه المواد المتفجرة نسرين هل هناك طوق أمني الآن حول هذا المستودع هل المنطقة مفتوحة أم مغلقة أمنيا لا المنطقة نعم في الحقيقة الوضعية عادية جدا في تلك المنطقة باعتبار أنه تم أخذ تلك المواد وإعدامها لدى وحدات الحرس الوطني بطريقة علمية لأنهم متعودون على مثل هذه المستودعات كما قلت لكن الحياة عادت إلى طبيعتها واستسير العمل العادي كما قلت في تلك المنطقة السكانية لا يوجد أي إجراءات استثنائية لتطويق المكان أو غلقه من أي جهة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من العاصمة التونسية الصحفية نسرين حمداوي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر